دولة الإسلام قامت بدماء الصادقي هو من دون شك التطور الأهم في الجهاد الدولي منذ اعتداءات 11 من أيلول حرب أفغانستان وبعدها حرب العراق مرورا بتصاعد دور إيران ووصولا إلى الحراك الشعبي في العالم العربي وحرب سوريا كلها عوامل أوصلة تطرف الإسلامي إلى إلغاء الحدود وأعلان الخلافة الإسلامية ومبايعة أبي بكر البغداد خليفة للمسلمين بعد السيطرة على مناطق واسعة في العراق وسوريا الدولة الإسلامية التي تمكنت من تجنيد آلاف المقاتلين من العرب والأجانب انبثقت عن الفرع العراقي لتنظيم القاعدة قبل اندماجها مع جبهة النصرة في تنظيم واحد رغم رفض النصرة ذلك أصبح كل تنظيم يتحرك على الأرض بشكل منفصل قبل أن يتواجها في معارك ضارية تنظيم داعش اعترض كذلك على سلطة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري رافضاً الاستجابة لدعوته التركيز على العراق وترك سوريا للنصرة ووصل بسط سلطته على مناطق واسعة في البلدين حتى أصبح أغنى التنظيمات المتطرفة وأكثرها قوة على الأرض الدولة الإسلامية أصبحت أمراً واقعاً اليوم وهي تضم مقاتلين سبق أن شاركوا في حروب العراق والشيشان وأفغانستان إضافة إلى آلاف الناطقين بالفرنسية من المغرب العربي وفرنسا وبلجيكا